السلام عليكم. انا احمد لابير. في الفيديو ده ان شاء الله هتعلم ازاي عملت الصورة دي. يلا بنا بسم الله. اول حاجة هنفتح فايل في فوتوشوب. هبحب يخلي اهاز عشرة تمانين في عشرة تمانين او الف تمانين في الف تمانين يعني. ممكن على حسب الجهاز اللي معاك ممكن تخليها من مية وخمسين لتلتمية. انا سيبها تلتمية. هنا بنسمي التصميم انا هسميه وانا لو عايز تفعل او لأ. اول حاجة هجيبها الصورة بتاعتي ممكن تستخدم اي صورة. هزبط المقاس بتاعها. احتاج ان انا اشيل الخلفية فهعمس ممكن اعمله من هنا او من هنا. واعمل مصر. بالوقت بقى احتاج اجيب خلفية هجيبها منين? اخش على موقع زي واكتب ممكن حاجة زي كده. نعمل لها دا والنود. بعد ما عملت لها دا والنود هجيبها بقى درجة في فوتشوب. بنزلها لتحت ازاي? بكوترول وجيمة. تاني حاجة كده محتاجينها ايه? ان احنا نجيب كاميرا. هنخش على موقع زي ونكتب ايه? كاميرا مثلا. لو كتبنا كاميرا بقى هيطلع لنا انا مازي كتير. ممكن اخد ديه. واخد دي. واخد دي. وابدأ نزلهم. واجيبهم عندي في التصميم. الله احنا كلهم فوقية ازاي? كنترول او دا. وبغير حجمها ازاي? كنترول او تي. هدى ادوس الالت. اصغر. بالنسبة لي دي كده حجمها ونناسب. بس ممكن يكون في شوية من شعر بينين. هنقف على المسك ونجيب براش. بغيرها بس شوية. هعلي الواسط بتاعتها. نبدأ نمسح الجزء ده. كده تمام. نبدأ نزبط بقية الكاميرات. كده تمام الكاميرات كلها حجمها تزبط. نبدأ نشتغل على واحدة بس. انا محتاج اعمل ايه هنا? حاس انها محتاج نخلي للصفار اكتر. هنعمل ده ازاي? هنقف هنا عن. ونفعل. ونبدأ نزبطها شوية. ممكن كده مسلا بالنسبة لي مناسب. كل واحد يزبط بقى الالوان على الشكل اللي هو حابه. طيب هنعمل ايه دلوقتي? محتاج ان انا ادمج الصور اكتر مع بعض. فقف على الصورة بتاعتي. اوش على فلتر. نويز. اد نويز. وحاول اديها شوية نويز كده. فابسط شوية. بس انا عندي مشكلة ان النويز عندي الوان اهي. انا بس زودتها شوية عشان تبقى معنا الالوان. فانا هحل المشكلة دي ازاي? هقف على نويز بس اقللها شوية. وادوس على دي. شايفين كده معي? بتبقى جنب الافكت. ندوس عليها. ونغير الموت بتاعها من نورمل. لاخر موت. كنت تحولت معانا ايه? من الوان لا بيت في سوى. الوان لا بيت في سوى. نبدأ ناخد نفس الافكت كده نحطه عالكاميرا. ممكن نعمل برضو ممكن نديف انا دايما بحب اديف دايرة. نبدأ نزبط مقاسها كده. وغير لونها بغير لونها ازاي? بدوس كليكين عالشيب. وابدأ اشوف لون عاجبني. حاس ان ده لازيز. بس هو الشيب عندنا هو ثلاث قوي وورا في وعلا في انا ممكن اعمل له بلند. بدوس عليه كليكين. ونقف على الصحمة بتاع الابيض اللي هو ده. ده يزهر لنا الفواتح اللي في اللير اللي تاحته في اللير بتاعنا. يعني ايه? يعني احنا لو قدوسنا قلط. سامناك لو شدينا. حتة الفتحة اللي في اللير اللي تاحته بدأت تظهر معنا في اللير ده. وندوس اوكي. ممكن نسيبه كده او نغير اللون. بديكم كده. انا كده مسلا عاجبني اكتر. وندوس اوكي. وبس كده بخطوات بسيطة طلعنا اصميم شكل احترافي. ممكن بقى انت تحط كزا نوع كاميرا او تحط تلفزيون. عشان يطلع معاك الفيديو زي ده. الفيديو ده اعملتوا ازاي? تعال اقول. بعد ما زبطت الصور بتاعتي وسايبتها باخش على موقع اسمه جي اي اف ميكر. فاجيب الصور بتاعتي احطها هنا. هو بيعمل ابلودينج اهو. هيزهر لنا بقى بيسألنا الترتيب بتاعهم عايزه يبقى كده ولا عايز تعدل فيه. والرقم ده هو رقم عالمية من الثانية. انا كده بالنسبة لترتيب تمام? ممكن بس بطق الدنيا شوية. خليها اربعين. بس انها تبقى نص ثانية مسلا. وندوس تبدأ تظهر لنا تحت ايه. فو انا عايز ابطاها كمان. عدل في الرقم. عايز انزلها بقى بنزل تحت. واعمل سيل. وكان لبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت متنساش تعمل لايك وشير. ولو عندك اي سؤال سبهلي في الكومنت وهرد عليك ان شاء الله. وشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.